سورة الواقعة مكية وآية تسع وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا وكعت الواقعة ليس لوقعتها كاببا خافضة رافعة إذا رزت الأرض رجا وبست لجبال بسا فكانت عباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشهمة ما أصحاب المشهمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متجئنا عليها متقابلين يطوف عليهم من دام مخلدون بأكواب وأباريق وكأثم معين لا يصدعون عنها ولا ينظفون وباكئة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عيم كأمثال لؤلء المكنون جداعا بما كانوا يعملون لا يزمعون بها لغوا ولا تافيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وباكئة كثيرة لا مضطوعة ولا ممنوعة وفرش ورفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربنا ترابا لعصال اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصعه الشمال في ثموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا كابن ذلك مترفين وكانوا يصرون على الهنز العظيم وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا ترابا واعواننا لمبعوضون أو آباؤنا لولون أولن الأولين والآخرين لمدموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زفور فمالعونا منها البطول فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم آوان ظلهم يوم الدين نعم خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تقلقونه أو نحن الخالقون نعم كترنا بينكم الموتى وما نحن بمصبوكين على أن نبذل أمطالكم وننشئكم فيما لا تحلمون ولقد علمتم النشاة لولي فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرفون أنتم تذرعونه أو نحن الزارعون لو نشاء نجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نعن معرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أمنعنا المزلون لو نشاء جعلناه أجاجع فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشاتم شجرة أمنحنا المنشئون نعم جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لكثم لو تعلمونا عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمص إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفب هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونهل أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين تنجعونا إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنظل من حميم وتصنية جعيم إن هذا له حق اليقين فسبح اسم ربك العظيم